حذر التحالف الدولي من أن النصر على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل لا يمثل نهاية لتهديده العالمي الذي يشكله و حتى العراقيين على توحد لهنزيمة الإرهاب و رحب التحالف بما أعلنه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن النصر في الموصل و قال في بيان رغم أنه لا تزال هناك مناطق في المدينة القديمة في الموصل يتعين تطهيرها من العبوات الناسفة و من مقاتلي داعش الذين ربما كانوا مختبئين فإن قوات الأمن العراقية تحكم سيطرتها حاليا على الموصل